طبعا اليوم ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد بن إبراهيم الوهيبي دكتوراه في التفسير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ولديه إجازات علمية في القراءات السبع وإجازة بإسناد عالي في أمهات الحديث النبوي لديه العديد والعديد من الأعمال منها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إمام وخطيب جامع النافع بحي الملقة نقدم دورات علمية في الحفظ والتجويد عضو لجنة التحكيم في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره في دورتها الأربعين وأيضا هو عضو لجنة التحكيم في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره في دورتها الحادية والعشرين أخيرا عضو مجلس المسابقات القرآنية بوزارة الشؤون الإسلامية هذا جزء بسيط جدا من السيرة الذاتية الخاصة بضيفنا اليوم الذي نقدم له نيابة عن كافة زملائي في آيات وعنكم كمستمعين ومستمعات كرام وكريمات الشكر والتقدير على قبوله الدعوة عنوان مساحتنا اليوم أفلى يتدبرون القرآن طبعا حسب ما تم الاتفاق عليه أنني سأكون منظم لهذه المساحة وليس فقط محاور حيث من الأربعين دقيقة يعني ما بين النصف ساعة إلى أربعين دقيقة سيتم طرح بعض المحاور بدون أي مقاطعة من قبل الدكتور وفي العشرين دقيقة الأخيرة يتم أخذ أسئلتكم عبر الخاص لديه إن شاء الله أفتحه خلال الدقائق القادمة حول ما سيتم طرحه وإذا كان فيه وقت ويمكن نقبل بعض طلبات المايك فحياك الله دكتور حمد ونورتنا ويهل وسهل حياكم الله جميعا أستاذ الله تعالى لكم التوفيق والعانة وأن ينفعنا بما نذكر في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى اللهم آمين يا رب العالمين فضيلة الشيخ الدكتور حمد طبعا أنا أحب أقول أن هذه مساحة مسجلة إن شاء الله بعد الانتهاء منها سيتم يعني استمرار تواجدها في حساب آيات لمدة 30 يوم وفيما بعد سيتم نقلها عبر قناة اليوتيوب فحنا ممكن نبدأ الآن وإن شاء الله يعني اللي بيجي متأخر إن شاء الله يستمع لما يعني فاته عبر التسجيل خليني أبدأ سؤالي وأعطيك المايك من بعدها أفلا يتدبرون القرآن لماذا هذا العنوان ويعني أنا إنسان متحمس جدا أسمى حديثك حول هذا الموضوع لك المايك دكتور حمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب يرضاه وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين أتميني أكمليني إلى يوم الدين أما بعد فأشكر الله جل وعلا على أمن علي وعلى أخوتي وأخواتي الكرام المستمعين بأن بلغنا هذا الشهر المبارك كما أشكره جل وعلا على أن يسر هذا اللقاء المبارك الذي ينتفع به المتكلم قبل المستمع ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى حرصهم على مثل هذه اللقاءات التي فيها الخير والنفع للجميع وشك أن هذا الموضوع الذي عنونتم له بهذا العنوان وهو جزء من آيتين من كتاب الله جل وعلا في موضعين مختلفين أولهما في سورة النساء في قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلاف كثير والموضع الثاني في سورة محمد في قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهذا الموضوع شك أن الجواب عن سؤالك المهم وهو لماذا هذا العنوان شك أن تدبر القرآن والنظر في معانيه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين لا شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة النظر في معانيه فإن ذلك يطلع المرأة على معالم الخير والشر بحذافيرها ولهذا قال ابن الحواري رحمه الله تعالى كما نقله عنه ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف قال إني لا أقرأ القرآن وأنظر فيه آية آية ويحار عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم وأنشد قول الشاعر منع القرآن بوعده ووعيده مقر العيون فإنها لا تهجع فهموا عن الرب الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع فهذا هو الجواب أن تدبر القرآن الكريم فيه الخير للأمة جمعاء ولأفرادها كذلك لأنه هو الهداية وهو النور والمتأمن لكتاب الله تعالى والمسلمون في هذا الشهر المبارك يقرؤون كتاب الله تعالى ويختمونه بل ويستمعون إليه من أصوات وحناجر الأئمة وفقهم الله جل وعلا ولقراءتهم له واستماعهم له والأثر البالغ على قلوبهم لأن هذا القرآن الكريم أثره عظيم كما قال الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولو كما تعلمون أيها الكرام حرف امتناع لمعنى امتنع إنزال القرآن على الجبل فامتنع تصدعه ولكن الله تعالى أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله على البشرية جمعاء خاطب به جميع الثقلين الجن والإنس ولهذا إخواننا من الجن لما سمعوا كتاب الله جل وعلا قال الله عنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا تعجبوا من هذا القرآن العظيم يهدي إلى الرشد فآمنا به مباشرة لما استمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا عليه كما قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ولاحظوا التعبير القرآن في قوله يستمعون فيه دلالة على إقبالهم وإنصاتهم على كلام الله جل وعلا فلما حضروه قالوا أنصتوا هذا من أسباب الانتفاع الإنصات فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدينا الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخر الآيات والكرام عن القرآن الكريم في كتاب الله جل وعلا كثير لذلك أنا أوصي نفسي وإخواني بالوقوف مع الآيات التي فيها إشادة وتنويه بكتاب الله تعالى وما فيه من المعاني العظيمة التي تخاطب القلوب كما قال الشفيخ حافظ رحمه الله تعالى هو الكتاب الذي من كان يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم فعلا الإنسان لما يقرأ كتاب الله تعالى ويتأمل معانيه يجد له الأثر البالغ على قلبه وعلى سلوكه بل وعلى حياته كلها أيها الكرام القرآن الكريم سمير القلوب ومستراحها وأنيس الأرواح وروحها نور الصدور وشراحها نعيم العقول وغذاؤها هو ربيع أهل الإيمان كما قال الله جل وعلا أولم يكفهم أن نأنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لا رحمة وذكرى لقوم يؤمنون القرآن الكريم وصفه علي رضي الله عنه بقول هو هو حبل الله المتين والنور المبين هو الذي لا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد وغير ذلك من الأوصاف وكتاب الله تعالى كاف في الوقوف على الآيات التي فيها وصف لكتاب الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب المبين وهم جر وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهل أم جر في آيات في كتاب الله تعالى فيها وصف ونعت لكتاب الله سبحانه وتعالى فهو القرآن المبين هدى لا تنطفئ أنواره وبحر لا تنتهي أسراره ومنهج لا يظل مناره هو برهان لا يغلب مداره وعز لا يهزم أنصاره كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون هو القرآن المجيد واسع المعاني والدلالات لذلك على أهل الإيمان أن يقبلوا عليه كما قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أدو الألباب أيضا قال الله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير فهذه بعض الدلالات والأسباب التي تجعل الإنسان يجعل هذا الموضوع نصب عينيه ونحن بحاجة ما السهل أن نجعل هذا الموضوع موضوعا في مجالسنا ولقاءاتنا وحواراتنا ما أجمل أن تكون اللقاءات بين سواء لقاءات أسرية أو لقاءات بين الإخوان والأحباب أو الجيران أو أيا كان اللقاء أن يكون محور هذه اللقاءات يدور حول آية من كتاب الله تعالى أيها الكرام إن أطيب وألذ وأمتع ساعة ما كانت في التأمر والنظر في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومة حرز الأمان وجه التهاني وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالحق تحت تدبر القرآن فالعلم والحق والهدى والنور وقل ما شئت من هذه المعاني تحت التدبر والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى فأقبلوا يا رعاكم الله على كتاب الله تعالى وانهلوا من معينه العذب الزلالي الذي لا ينضب وأبشروا بإذن الله تعالى بالتوفيق والهداية والسعادة والسرور والحبور في هذه الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بسؤالك أخي الكريم نعم جميل طيب الدكتور الآن فيما يخص التدبر وهذا سؤال مكرر جدا بحكم أنك عطتنا هذه المقدمة يعني كيف أنا أكون إنسان متدبر جيد للقرآن الكريم ويكون تدبري صحيح وسليم هذا دائما سؤال يعني كثير من الشباب صراحة يفكروا فيه ويتساءلوا عنه خاصة طلبة العلم فممكن تعطيني التنويه حول هذا الموضوع أحسنت هذا السؤال في غاية الأهمية وقد أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد حيث ذكر أمورا أربعة هي مدارة الانتفاع بكتاب الله جل وعلا وهذه الأمور الأربعة مجموعة في آية من كتاب الله جل وعلا في قول الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة قاف قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أردت أن تنتفع بالقرآن فلا بد من أربعة أمور الأمر الأول أن يكون هناك المؤثر والثاني المحل القابل والثالث سرط الإصغاء والاستماع والرابع عادة موجود المانع والحائل الذي يحول بينك وبين الانتفاع وهو الرابع محور الآية الكريمة أم على قلوب أقفالها هنا نأتي إلى كلام القيم والأمور الأربعة الأول المؤثر والمؤثر هو كتاب الله جل وعلا شك أنه مؤثر وأثره بالغ ومن تأمل أثره على كفار قريش وكاد بعضهم أن يسلم وأسلم من الصحابة من أسلم عند استماعه لكتاب الله سبحانه وتعالى تعلمون القصة المشهورة التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عقبة أبن الوليد لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أمورا منكرة قال إن أردت ملكا ملكناك وإن أردت ماذا أعطيناك من المال ما تريد إلى آخر ما ذكره من العروض فلما انتهى هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تهيت أبن الوليد قال نعم فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه أولا سورة فصلت من قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون حتى بلغ قوله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وضع هذا الرجل يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحمة إلا سكت قد بلغ كتاب الله تعالى وكلامه على قلب هذا الرجل المشرك مبلغا عظيما رجع هذا الرجل إلى قومه لما رأاه أبو جهل من معه قال لقد جاءكم أبو الوليد بالوجه غير الوجه الذي ذهب به فقال الرجل قال عقبه لأبي جهل من معه قال يا قوم دعوا محمدا وشأنه إن لكلامه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته انظر إلى هذه الكلمات وهذا الوصف من هذا الكافر المشرك لكتاب الله سبحانه وتعالى وكيف أنه تأثر بكلام الله سبحانه وتعالى ولذلك الكفار قال الله عنهم في هذه السورة نفسها فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يعني حاولوا أن تحولوا بين الناس وبين استماعهم لكتاب الله جل وعلا لو خلي بين كتاب الله تعالى وبين المرء وقلبه ونظره وفكره وعقله وتأمله لا استجاب لنداء الله سبحانه وتعالى وأصغى لأنه كتاب يوافق الفطرة يوافق العقل السليم هو كتاب الهداية والنور لذلك على المسلم أن يأخذ بهذه الأمور الأربعة الأول قلنا المؤثر الثاني المحل القابل والمحل القابل هو قلب الحي لقول الله جل وعلا لينذر أن كان حيا فلنظر أن يكون القلب حيا حتى ينتفع بكتاب الله جل وعلا الثالث وشرط الانتفاع هو الإصغاء والاستماع لقوله تعالى أو ألقى السمع لا بد من إلقاء السمع قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فالرحمة من الله تعالى مشروضة بالاستماع والإنصاة لكتاب الله جل وعلا الرابع عدم وجود المانع الذي يحول بين المرء وبين الانتفاع بكلام الله جل وعلا وهو في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها ولهذا في قصة عجيبة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها الإمام الطبري رحمه الله تعالى بإسناده عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وكان هناك شاب يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا الشاب قال بل على قلوب أقفالها ففهم المعنى المراد من قوله أم على قلوب أقفالها وأن أم هنا بمعنى بل فما زال هذا الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى لما كان خليفة للمسلمين ولاه على أحد الأمصار ففهم أن الأقفال قد وجدت على قلوب هؤلاء فلا ينتفعون بكتاب الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نزيل هذه الأقفال نزيل هذه الصوارف حتى بإذن الله تعالى يكون لكتاب الله جل وعلا الأثر البالغ هنا مقالة جميلة جدا لعالم الجزائر عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى يقول فوالله الذي لا إله إلاه ما رأيت وأرد النفس الملأ بالذنوب والعيوب أعظم إلانة للقلب ولا استدرارا للدمع ولا إحضارا للخشية ولا أبعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماعه وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علما ضروريا ويقينا جازما أنه حق وصدق بل أحق كل حق وأصدق كل صدق وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وورهم وأكملهم علما وعمدا ومعرفة كما قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ثم قال ابن القيم والكلام متصل له رحمه الله تعالى فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان وعلمت علما ضروريا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح والألم والحب والخوف أنه من عند الله تكلم به حقا وبلغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد وبه احتج هراقل على أبي سفيان حين سأله فقال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فقال لا فقال هراقل وكذلك الإيمان إذا خالطت حلوته القلوب لا يسخطه أحد أبدا أو كما قال فهذه المعاني التي ذكرها ابن القيم وغيره فدل على هذه الأمور الأربعة التي لا بد منها وأيضا زاد ابن القيم طريقة بديعة نافعة لمن رام أن ينتفع بكلام الله جل وعلا فقال في كتابه الفوائد فيما معنى ما ذكر قال إذا أردت أن تنتفع بكتاب الله تعالى أو قال أن تقرأ كتاب الله تعالى فاحضره حضور من يخاطبه به سبحانه منه إليه بمعنى أنني وأنا أقرأ كتاب الله تعالى أستحضر أنني أنا المخاطب بهذه الآيات كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه فهذه الطريقة بإذن الله تعالى النافعة متى ما أراد الإنسان أن ينتفع بكلام الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يزيل عن قلوبنا ما علاها من الران والحجب التي تتحجبها عن الانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى أيضا من الأسباب المعينة أيها الأخوة والأخوات التي تنفع في التدبر هو اليقين بأن كتاب الله تعالى حق وأنه كلام الله سبحانه وتعالى الاعتقاد الجازم بأنه خير كتاب أحسن كتاب والنبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يخطبها في كل جمعة يقول إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد من اليكين الجازم بأن كتاب الله تعالى هو الحق وهو الصدق الذي لا مريت فيه وأنا أحيي للإخوة والأخوات على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن خطاب القرآن وكيف أنه خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين ومن قرأ القرآن الكريم وجد التنوع في كتاب الله سبحانه وتعالى وجد الأدلة الدالة على عظمة الله جل وعلا وجلاله وكبريائه القرآن الكريم يطلعك أيها المبارك على أسماء الله الحسنى وعلى صفاته العلاء وهذا يملأ القلب محبة لله جل وعلا ورجاء فيما عنده وخوفا منه سبحانه وتعالى القرآن الكريم يطلعك على ملكوت الله سبحانه وتعالى يطلعك على الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى يطلعك على معالم كثيرة جدا لا يمكن في هذه الدقائق العجلة أن نشر إليها ومن أقبل على كتاب الله جل وعلا فقد وفق توفيقا بالغا وبحسب إقبال العبد على كتاب الله تعالى يناله من هذا الخير فالله جل وعلا قد وصف كتابه في غير ما موضع من القرآن بأنه مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته والمبارك يعني كثير الخير البركة كثرة الخير فأغرف أيها المبارك من هذه البركة ومن هذا الخير أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بكتابه الكريم نعم جزاك الله خير دكتور حمد أنا عندي سؤالين ولكن خلينا أقول في سؤال من خلاله ينبثق سؤال آخر الآن لما نجي نتكلم عن التدبر وأنت أعطيتنا خلينا نقول الخطوات الصحيحة للتدبر لكن أحيانا في لبس وعندي وعندي البعض من الأخوة الكرام وش الارتباط أو ما هو الفرق هل هناك ارتباط أو هناك فرق ما بين التدبر والتفكر في آيات الله وأيضا التأمل هل هذه أمور مرتبطة مع بعضها البعض أم شتان فيما بين الثلاث نقاط ممكن تعطيني لمحة عن هذه الجزئية أحسن في هذا السؤال وهو سؤال مهم لعلي أزيد سؤالك أيضا إضافة ما الفرق بين التدبر والتفير هنا التدبر ما أخذ من دبر الشيء يعني النظر إلى هذا الأمر وإلى نهايته تدبر الشيء أي تفكر فيه وتأمل فيه وأعاد النظر فهذا هو التدبر والتفكر والتأمل منهم من يجعلها بمعنى واحد وأهل اللغة وأهل من يعنون بالفروقات كالعسكري وغيره جعلوا أن بينهما فرقا يسيرا فابن القيم لما ذكر التدبر أتى بهذه العبارات فيما يتعلق بمعنى التدبر فذكر التأمل وذكر الفكر قال إعمال الفكر فهي متقاربة وإن كان بينها فروقات يسيرة فهذا ما يتعلق بالفروقات بين التفكر وهي مراتب هي مراتب تبدأ تبدأ عند الإنسان في النظر سواء في كتاب الله تعالى أو في غيره لكن لأن الكلام حول كتاب الله سبحانه وتعالى فهو يبدأ أولا بالتأمل يتأمل الآية يقف عند الآية يتأمل سياق الآية وهنا أؤكد على قضية مهمة جدا في فهم الكلام الله تعالى وهو النظر إلى السياق سباق الآية أي ما قبلها ولحاق الآية أي ما بعدها من قطع الآية عن سباقها وعن لحاقها وعن سياقها لا يمكن أن يصل إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى فهذا تأمل ثم ينتقل إلى الفكر وهو إعمال الفكر حتى يقف على المعنى الذي أراده الله جل وعلا ويستنبط الحكم أو الفائدة من هذه الآية ثم يخرج بالنتيجة وهو محصل من التأمل وإعمال الفكر يخرج بالمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى والقرآن حمى الأوجه القرآن حمى الأوجه لذلك كما قال بعض السلف إنك لن تفقها كل الفقه حتى ترى أن للقرآن أوجها كثيرة وهذا الذي يجعل بعض أهل العلم من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم يحجم عن الإقدام في التفسير أو الكلام فيه ويهاب من ذلك لأن القرآن له أوجه كثيرة فلا يتجر أحدهم أن يقول بأن الآية معناها كذا أو كذا لخشية أن يقود على الله بغير علم هذا ما يتعلق بسؤالك أخي الكريم أما أيضا ما أضفته من السؤال وهو مهم هل التدبر والتفسير بمعنى واحد نقول الصحيح أن التدبر يختلف عن التفسير لأن التدبر مطالب به عامة الناس ولي الشيخ محمد المختار الشنقيت رحمه الله وتعالى صاحب أبواء البيان كلام نفيس في تفسيره لهذه الآية وهو أنه تحدث عن التدبر وأن الله تعالى خاطب بهاتين الآيتين عن موضع النساء وموضع محمد في قوله جل وعلا أفلا يتدبر القرآن خاطب به المشركين خاطب به الكفار فدعاهم إلى التدبر وهم كانوا أهل لسان فمن كان سريم اللسان وعنده من علم اللغة ما يفهم به تلام الله جل وعلا فهو مخاطب بالتدبر لمعنى أن ينظر الآية وينظر في معانيها وهذا يقودنا إلى ما رواه الطبر رحمه الله وتعالى عن عباس رضي الله عنه وهو حبر الأمة والترجمة لكتاب الله سبحانه وتعالى أنه قال القرآن أو التفسير على أربعة أوجه التفسير على أربعة أوجه وجه أو نوع لا يعذر أحد في الجهل به مثل ما يذكر في تاب الله تعالى من ذكر السماوات وذكر الأرض والقمر والشمس وهلوم مجرة والجبال فهذه يعرفها الإنسان ويعرف مراد الله جل وعلا من هذه الآيات الثاني تعرفه العرب من كلامها ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الشعر ديوان العرب وكان ابن عباس إذا أراد أن يفسر القرآن الكريم كان يستعين بأبيات من شعراء العرب في الجاهلية يستدل بها على بيان معنى الآية حتى إنه رحمه الله رضي الله عنه قال مكثت مدة لا أدري ما معنى فاطر حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها فعلم ابن عباس المراد الله تعالى في قوله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض أيضا نقل ابن جرير وغيره أن ابن عباس ذهب إلى البادية ليعرف معنى قوله جل وعلا ولا تحين مناص فإذا بطفل صغير قد وضع عقربا أو نحوها في حفرة وكلما رام العقرب أن يخرج من هذه الحفرة كلما أهال عليه التراب حتى يسقط وكان يقول هذا الطفل الصغير ولا تحين مناص ولا تعي ففاهم ابن عباس مراد الله تعالى من هذه الجملة في الآية الكريمة من قول هذا الصبي العربي الصرف فيما يتعلق بهذه القصة فشك أن الفهم للغة العربية باب مهم جدا للوقوف على مراد الله سبحانه وتعالى الوجه الثالث والنوع الثالث نوع لا يعرفه إلا الراسخون في العلم أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمي أن أكون وإياكم من هؤلاء فضلا منه ونعمه فأهل العلم الراسخون قال الله عنهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق فلاحظ الآية يعني أن أهل العلم يرون أن كتاب الله تعالى هو الحق لا مريت فيه فامتلأت قلوبهم بهذا الاعتقاد وهذا يعيدني على ما ذكرته في أسباب الانتفاع أن يكون عند المرء هذا الاعتقاد الثابت أن كتاب الله حق لا مريت فيه النوع الرابع من عباس قال نوع استأثر الله في العلم به فهناك في كتاب الله تعالى آيات لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا ما يتعلق بحقائق أمور الآخرة وكيفيات صفات الله جل وعلا وأمور الغيب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فلا يتكلف الإنسان فيما يتعلق بهذه الآيات وهذا أيضا يقودنا إلى آية سورة آل عمران حيث أن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم في هذه السورة في أول مطلعها قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فكتاب الله تعالى على نوعين آياته على نوعين الأول محكمات أي واضحات بينات لا اشتباه فيها هذا المحكم وهو كثير قال هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه قال وأخر أي آيات أخر قال آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ماذا ذكرنا الآية مشتبهات مشتبهات أي نعم فالآيات الأخرى فيها اشتباه فيها إشكال والإشتباه والإشكال ليس قطعيا عند كل أحد وإنما أمر نسبي فكلما زاد علم المرء قل عنده التشابه وأهل العلم الراسخون في العلم يحيلون ويردون المتشابه المشكل عليهم إلى المحكم فيزلوا أتشابه فيه أما أهل الزجغ قال الله عنهم فأما الذين في قلوبهم زجغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما الراسخون فالله قال عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند ربنا هذا ما يتعلق بهذا المعنى نرجع إلى الفرق ببيان التفسير التفسير هو بيان مراد الله جل وعلا وأن معنى الآية كذا التفسير من الفسر وهو ما أخذ من بيان معنى ودلالات الآيات واستنباط الأحكام إذن هنا تميننا الفرق بين التدبر وبين التفسير فقد يظهر الإنسان معاني من الآيات الكريمات وهي معاني واضحة حسب ما عنده من العلم وحسب ما عنده من الأساسات التي لا بد منها في فهم كلام الله جل وعلا أما المفسر فهو له شروطه المعتبرة عند أهل التفسير وإن كان بعض الشروط التي ذكرها العلماء فيها يعني مبالغة حتى إن بعضهم قال وضعوا شروطا للمفسري لا تنطبقوا حتى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لكن هذا من حرصهم رحمهم الله تعالى هذا ما تيسر في إجابة سؤالك الموفق جزاك الله كل خير دكتور حمد أنا ذكرت لك في سؤالي هذا في سؤال آخر منبثق منه أنت ما شاء الله أحد إنجازاتك العلمية حاصل دكتوراه في التفسير وهذا اختصاص ودقيق جدا وبذل جهد كبير كي تصل إلى هذه المستوى العلمي وذكرت في مداخلتك تعقيبا ما شاء الله تبارك الرحمن ذكرت تعقيبا على سؤالي هذا كلام الله ولا يجوز للإنسان أن يتجرع عليه وذكرت أيضا أنه التدبر واجب على العامة إذا ما كان فهمي صحيح صحيح نعم اليوم أنا كإنسان بسيط وإنسان يعني أنت عارف أنا إنسان متخص ومطلوب مني أتدبر كيف أدرك وكيف أعلم أن التدبري صحيح وما فيه تجرع على كلام الله سبحانه وتعالى يعني هذه صراحة دعت أشخاص كثير دكتور حامر للأسف أنه يتجرع على كلام الله ويعطي معاني فعليا هي ليست حقيقة فكيف أعلم أن التدبري أو المعنى الذي وصلت له صحيح هل في مرجع هل أعود لأهل العلم ودي أسمع وجهة نظرك حول هذا التساءل هذا السؤال جدا مهم وهذا لو لم يكن في هذا اللقاء إلا هذا السؤال لكان كافيا فعلا نحن جميعا أنا وأنتم بحاجة إلى الفيصل في هذا السؤال وهذا يرجع إلى ما ذكرته من فرق بين التفسير والتدبع فالتدبع يعني الآن لما تقرأ القرآن الكريم وشوف انظر للعامة كبار السن إذا قرأ القرآن مر بآية وعد سأل الله جل وعلا كما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر عنه من الصحابة إذا مر بآية وعيد استعاذ إذا مر بآية تسبيع سبه هذا هو التدبع يعني يشعر قلبه معاني كلام الله جل وعلا يحرك قلبه بالقرآن الكريم كما قال ابن سؤال رضي الله عنه قال حركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخذ السورة فهذا هو التدبع هو الذي يورث الخشية يورث الخوف من الله جل وعلا يورث المحبة لله فهذا هو التدبع لكن استنباط المعاني وتحميل الآية ما لا تحتمل بدون أساسات أو شروط معتبرة عند المتكلم كما ذكرت أن بعض العامة يطوع القرآن لما يريد من معاني أو لما يعتقده بمعنى أنه يعتقد معنا من المعاني ثم يأتي إلى الآية ويلوي عنق الآية حتى تؤيد ما اعتقده أو ما ذهب إليه حتى أن العلماء السابقون حصل من معظم من جعل القرآن الكريم أصلا لعلوم الدنيا يذكر أن القرآن الكريم مثلا أساس لعلوم الكيميا ولعلوم الفيزياء والجلوجيا إلى آخره هو نعم يأتي إلى آيات تشير إلى هذه المعاني لكن قطعا لا نعتقد أن القرآن الكريم جاء لتقرير هذه العلوم وإنما هو ذكرها في معرض الاستدلال والبيان على روبية الله جل وعلا وعدانيته وأنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإيماتة إلى غير ذلك جاءت هذه الآيات دلالات فلا ينبغي أن نجعل هذه الآيات لهذا المعنى الذي أراده أنا أذكر قصة وهي مهمة وفيها طرفة لكن من الأشياء التي فعلا أشرتها أخي الكريم في سؤالك أن بعض الناس يقحم فهمه إقحاما عجيبا في كلام الله سبحانه وتعالى بل ويتجاسر على الإتيان على معاني غريبة أعرف أحد الأخوة الزملاء وكان له صاحب وهذا الرجل عنده أولاد عفان الله وإياكم وكل مسلم ومسلمة يصابون بأنهم صم بكم يعني يولدون هكذا وكان يسعى في علاجهم وعلاجهم مثل هؤلاء يكلف أموالا طائلة لأن هناك عمليات تجرى وأجهزة إلى غير ذلك فكان هذا الرجل بلغ أنه يستدين حتى يعالج أولاده فقال له شخص آخر قال لا داعي للسعي في علاجهم والبحث عن العلاج وتكلف الأموال الطائلة لأن الله تعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه فانظر إلى هذا الاستدلال العجيب هذه الآية الكريمة جاءت في سورة الأنفال فيما يتعلق بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار ودعوته لهم وأنهم أعرضوا عن القرآن وكذبوا به فهم يستمعون وإنما المراد أنهم لا ينتفعون فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني سماعا ينتفعون به وإلا فهم يسمعون كما قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون فلاحظ الاستدلال بهذه الآية لأنه لم يفهم الآية الفهم الصحيح لذلك بنى عليها فهذا الذي لا نريده أن يقع من أي أحد بمعنى يتجاسر على الآية ويحملها ما لا تحتمل أو يأتي إلى آية منسوخة فيقوله بمعناها أو يبتر المعنى في الآيات أو يبترها عن سياقها أو عن سباقها أو عن لحاقها والأمثلة كثيرة لو أردت أن أستعلم مثلا كما نقل عن بعضهم فيما يتعلق بالاستدلال ببعض الآيات كما قال أبو نواس قال ما قال ربك ويل ولا سكروا بل قال ويل المصلين قبلها قال دعي المساجد إلى آخر ما أذكر البيت الذكره فالشاهد أنه آتى إلى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة فمن قطع إلى هذا الموقف ولم يكمل الآية فالآية تدل على النهي عن قربان الصلاة يعني ينهى الله جل وعلا المؤمنين عن الصلاة وعن قربانها لكن الآية لا تدل على هذا المعنى بل هي تدل على معنى آخر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون وأن هذه مرحلة من مواحل تحريم الخمر أيضا هويد المصلين قال الله تعالى توعد المصلين لكن من المصلون المتوعدون قال الذين هم عن صلاتهم ساهون فإذا ما فهم الآيات فهم صحيحا أتى بهذه البواقع البلاقع فعلا في الفهم الخاطئ وتحميل الآيات ما لا تحتمل فهذا شك أنه ينبغي الحذر منه وأن لا يتجاثر أحد على الخوض في كتاب الله تعالى وعلى القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم شكرا جزيلا دكتور حمد عندي طلب بسيط أطلبه منك لكن أحب أنوه سؤال حلقة اليوم أذكروا أحد الأسباب التي تعين على تدبر القرآن الكريم وكالعادة سيتم التواصل مع صاحب الإجابة الصحيحة عشوائيا من خلال الخاص عبر حساب آيات فالتغريدة موجودة فوق ويهمنا تفاعلكم دكتور حمد أنا ممكن هذه نقطة ما قد كلمتك عليها لكن يحق لك الآن تقول لي لا ما ينفع إذا تسمح لي في الاثناشر دقيقة الأخيرة في بعض الآيات يعني أنا كشخص باحث وكشخص مهتم وأسعى إلى فهم آيات الله سبحانه وتعالى في آيات تدبرتها هل يمكن لي مناقشتها معك وتقول لي أنت صح تدبرك صح تدبرك خطأ المعنى اللي وصلت إلى خطأ خلينا نقول كتطبيق عملي إذا تسمح لي بهذا الشيء إلا بأس ممتاز هذا هو المهم يعني التطبيق هذا تعرف به بإذن الله تعالى الطريقة الصحيحة في التدبر قبل أن نتذكر الأمثلة يعني الدلالات في الاستنباط عند أهل الأصول وعند أهل التفسير متنوعة فأحيانا تكون الآية نص في المعنى يعني واضحة جدا وأحيانا يكون ظاهر الآية يدل ظاهر غير النص يعني ظهر لي من الآية كذا مثلا وأحيانا يكون إشارة يعني أن الآية لم تسق لهذا المعنى لكن هناك آية أخرى أو حديث آخر دل على هذا المعنى المستنبط وهذا يسمى عند أهل العلم التفسير الإشاري وهذا كثير عند من يخرجون بمعاني أو فوائد غريبة جدا وهنا لا بد من ضبط هذا النوع من التفسير أعني التفسير الإشاري لأن هذا في الغالب يكون عند الصوفية وقد غلوا في هذا النوع وقالوا بمعاني أو أحكام أو فوائد بعيدة كل البعد عن دلالات كتاب الله جل وعلا لا بد أيضا من الدربة على أنواع الدلالات حتى يمكن لناظر كتاب الله تعالى أن يخرج بالحكم الصحيح أو بالمعنى الصحيح أو بالفائدة الصحيح نعم فضلك الزات فضلك طيب أنا فقط تنويه بسيط يا جماعة الخير أي شيء هتسمعوا منه الآن هو اجتهاد يحمل الخطأ وقد يحمل الصح رد الدكتور حمد علي هو المعنى الصحيح وأنا يعني اعذروني على جهلي دكتور حمد اليوم طول عمري أنا مثلا وقت ما كنت في الابتدائية وفي المتوسطة أسأل دائما لماذا يعني نتدارس مادة الرياضيات على سبيل المثال أو الكيميا أو الفيزيا وإلى آخره وانت ذكرت في مداخلتك عن بعض الأشخاص لاستدلوا من القرآن الكريم فيما يخص هذه العلوم طيب اليوم مثلا قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون لما قرأت مثلا كلمة عدد السنين والحساب في هذه الآية تحديدا وجدت هذه المادة اللي في كثير أشخاص يعترضوا على دراستها ومستغربين من دراستها الحساب هي مادة الرياضيات اللي حين ندرسها الآن فأنا بالنسبة لي إن الله سبحانه وتعالى أوجد لنا خلينا نقول الأساس هذه المادة العلمية كحيال الإنسان فهل يعتبر هذا استدلال صحيح وفي عندي استدلالين آخرين بطرحهم لك بعد ما أسمع تعقيبك حول هذا الاستدلال وما يعتبر كلامي هل يعتبر هذا تأمل محاولة فهم أم هو شيء خاطئ تماما لا جميل ما في بأس هذا كلامك أن اعتبره أنه أساس لكن لم تسق الآية لهذا المعنى فأنا فقط أخذت هذا المعنى من الآية وإن كانت الآية لم تسق لتقرير هذا المعنى الذي فهمته وأردت أن تبني عليه لكنه لا بأس الإشكال الذي ذكرت إليه بعض المفسرين السابقين أنه يقرر أن القرآن الكريم جاء لتقرير وبيان وتأصيل علم كذا علم الفيزياء هذا الذي لا ينبغي المبارغة فيه أما ما فهمته من هذه الآية فصحيح يعني الله تعالى ذكر هذه الآية وذكر فيها أن المقصود من خلق هذه المخلوقات حتى يعرف الإنسان عدد السنوات وعدد كيف يحسبون ككم مضى كم بقي وهذا العد للسين والحساب هو مفيد لهم في حياتهم بل المقصود منه الأعلى والأسمى مفيد لهم في دينهم ما يتعلق بدخول الشهور ما يتعلق بالعدة للمرأة ما يتعلق بكذلك الحج وهكذا فهذا هو المقصود لكن لا يمنع أن نفهم منه هذا المعنى الذي لم تسق الآية للآجلة لكنه جاء ضمنا في هذه الآية الكريمة نعم هل هذا يعتبر تأكيدا لجزئية أنت ذكرتها في تساؤل الثالث لما ذكرت فضيلة الشيخ الأوجه المتعددة لذلك أنه في كثير من العلماء يكون دائما حريص في عدم طرح تفسيره للعامة هذا يعتبر وجه من أوجه الاستدلال صحيح هذا وجه له أوجه متعددة لكن ما الوجه الذي أراده الله جل وعلا من هذه الآية كأساس أساس أحسن نعم نعم جميل هي أكثر شيء صراحة كان ملفت بالنسبة لي لقوم يعلمون يعني أنت ذكرتها فضيلة الشيخ أنه الأمر مهم طيب أنا ما ودي أكثر في الأمثلة لكن مثلا مثال أخير مثل الذين أعوذ بالله من شيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع نالي المعنى جدا واضح المعنى الأساسي دكتور حمد جدا واضح لكن مثلا أثناء عملية استدلالي فيما يخص مد الترياضيات سبعة في ثمانية يعني هذا جدول الضرب ما هو أساسه هل هو من صنع الإنسان أم هو الله سبحانه وتعالى من أوجده وموجد في القرآن الكريم في آية كعملية الضرب كجداول الضرب الموجودة اللي تعلمناها في مدارسنا هل هذا يعتبر أيضا استدلال جزئيا صح أم فيه خطأ أم ينافي الصح هذا أعتبره تلقائي يعني هذا الفهم تلقائي يعني واضح لكنه طبعا لا شك أن الآية لم تستقر هذا المعنى والله تعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم حتى الحساب والرياضيات الله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعد لكم السمعة والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون وقال علم الإنسان ما لم يعلم وقال وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم الإنسان خلق جاهلا جاهلا مطبقا فالله علمه لكن الآية الكريمة طبعا المقصود هو مضاعفة الحسنات والأجور للمنفق بحسب ما قام بقلبه في محبة الله والتعلق به والإمام به واليقين بالخلف في الصدقة ووقوع الصدقة على المستحق إلى غذلك من المعاني فهذه مضاعفات لا يعلمها إن الله جل وعلا فهذا مثال ذكره الله تعالى والأمثلة كثيرة في كتاب الله تعالى مثال تقريب لأثر الصدقة ومضاعفة الله تعالى فجاء المثال لغرض يعني هو وسيلة للوصول إلى المعنى أو تقرير المعنى الذي أراده الله جل وعلا فأنت استوحيت من هذا المثال هذا المعنى فهو صحيح معنى صحيح يعني أنك الضرب الضرب هو يبين لك عدد الحسنات ضربت عدد في عدد حتى تعرف كم يحصل هذا المنفق على الأجور عند الله سبحانه وتعالى نعم لكن هل سؤالي وأختم به معك دكتور حمد هل يعتبر هذا الشكل من الأشكال أو النتيجة هذه نتيجة التدبر أم نتيجة لأمر آخر أنا نختم بهذا الجزء هل يعتبر ما ذكرته نتيجة التدبر نعم لا أرى التدبر لأن تدبر يا شيخ قلنا ذكرنا إليه بالآيات التي ذكرتها وهي عنوان الحلقة المراد التدبر الذي يسوق العبد للإيمان بالله للعمل أن يستعد للآخرة يعني يمتلئ قلبه خشية وإنابة يعني هذه المعاني هي محور وثمرت وآثار التدبر فكل التدبر يعني يقود العبد إلى هذه المعاني وغيرها من المعاني المتعلقة بالدار الآخرة وحصول العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وتعظيمه وإجلاله وقل ما شئت من هذه المعاني فهذا تدبر صحيح إذا كانت هذه الثمرة لكن كذلك لا ننسى أن ننتبه إلى أو ننبه إلى ما نبه إليه العلماء بعض العلماء المعاصرين مما يتعلق بالإعجاز العلمي والمبالغة فيه وأن الناس فيه بين طرفين نقيض لا بد أن ننتبه إلى هذه القضية يعني من الأشياء أو الآيات التي ينبغي أن نقف معها وأحيل الإخوة في النظر إلى سياق الآيات ومعانيها قول الله جل وعلا في خاتمة سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سددا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذه الآية أو هذه الآيات تعطيك فعلا الثمرة التي نرجوها من التدبر هو خشوع القلب هو دمع العين هو ما هو أبعد من ذلك حصول الانتفاع بكلام الله تعالى في السلوك في الاعتقاد في العمل كما قال الله تعالى عن الأنبيائه في سورة المريم لما ذكر الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام إلى أن قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هذا السجود وهذا البكاء وهذا التأثر هو نتيجة التدبر الصحيح لكتاب الله تعالى وهو القائد والسائق والحادي إلى العمل والاستعداد لقاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى باختصار أن التدبر الذي نرجوه وننشده ونسعى إليه وهو الذي أراده الله جل وعلا وحث عليه وعاتب من لم يتدبر كتابه جل وعلا هو التدبر الذي يقودك للإيمان بالله جل وعلا ومحبته وإجلاله وتعظيمه بدليل أن الآيتين إنما خاطب الله جل وعلا بهما ابتداء الكفار لأن القرآن الكريم لست فيه تعارض لأنه قال في الآية الأولى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا اختلاف في كتاب الله جل وعلا بل يصدق بعضه بعضا يفسر بعضه بعضا هذا ما تتيثر ذكره حول سؤالك أسأل الله جل وعلا لولك والمستمعين والمستمعات التوفيق والإعانة أنا أشكرك دكتور حمد جزيل الشكر كلامك بالنسبة لي أنا شخصيا كشخص محاور بسيط معكم تأثرت به وارتقيت من خلاله إذن ختام ما ذكرت أن ما نرجوه من التدبر هو الإيمان بالله وتعزيز إيماننا بالله واليقين به إذا تسمح لي نمدد فقط خمس دقائق عندي ثلاث أسئلة على الخاص موجودة إذا تسمح لي دكتور حب أذكركم يا جماعة غدا بإذن الله ضيفة ديوانية لبروفيسور خالد بن حسان المالكي ساعة عشر ونصف مساء في تغريدة موجودة فوق بخصوص هذه المساحة تقدروا تفضلوها عندكم وأيضا أذكركم بسؤال الحلقة أيضا رفعنا التغريدة في الآلة في سؤال يعني الإجابة عليه إن شاء الله تكون اختصاره بعجالة سؤال للدكتور بعض حفاظ كلام الله يحفظ كلام الله بدون تدبر خشوع هل يجوز وما نصيحتك لهما هذا سؤال جاني على الخاص تفضل دكتور لا شك أن الآيات التي جاءت في التلاوة وجاءت في الكتاب الله تعالى وأن الأجور المترتبة عليها في الكراءة قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة هذا الحافظ مأجور نشك أن مأجور الحديث التي جاءت في ذكر فضل الكراءة والتلاوة دال على أن مجرد التلاوة كاف في حصول الأجر ولا ينبغي الإنسان أن يقيد ما أطلقه الله جل وعلا لأن بعض الإخوان من حرصي على التدبر وحرصي على انتفاع يعني ينفي هذا الأمر تماما عند الحفاظ بل يزهد في حفظ كتاب الله جل وعلا وهذا غير صحيح لكن إذا اخترنا مع الحفظ أو الكراءة الفان أصبح هذا نوع على نور وكان هو المقصود والسلف من الصحابة وغيرهم كما قال أبو عبد الرحمن السلم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا لكن الحفظ مطلب ووسيلة والقراءة المجردة والتلاوة للسلف كانوا يختمون كل سبع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص قال اختم في كل سبع ولا تزد فختم القرآن وتلاوته وحفظه شك أنها من الأعمال الصالحة ولا أحد من أهل العلم المعتبرين يخالف في هذا نعم طيب في سؤال يعني صراحة كذا مرة يكتب عندي من نفس الشخص وهذا ثقة بك دكتور حمد الله يسعدك مشكورين على جهودكم يطلب منك شرحا لآية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هو يشتكي أو هي تشتكي أنها قرأت عنها كثير لكن ودهم بشرح وتفسير وتدبرها وفهمها بشكل صحيح هذه الآية هذه الآية طبعا جاءت في سورة القطرس عن موسى عليه السلام لما ذهب إلى مدين ووجد امرأتين تتذوداني وساعدهما في أخذ الماء من البئر ثم تولى إلى الظل ثم أخبر الله جل وعلا ودعا الله جل وعلا هو في هذه الحالة يعني في مسافر وقد بلغ من الشدة مبلغا وسأل الله جل وعلا بوصف الحال كما يقول العلماء أن دعاء الله تعالى له صيغ متعددة منها من دون طلب يعني من دون يقول ارزقني ولدا أو زوء أو مالا وإنما يصف الحال فموسى عليه السلام وصف حاله بأنه فقير فقال ربي يعني يا ربي إني لما تنزله علي من خير من مال من بركة فقير فهذا هو سؤال بطريقة وصف الحال كما يرثرون فوصف حاله بأنه فقير محتاج وهذا من الصيغة التي ذكر العلماء في سؤال الله سبحانه وتعالى لذلك جاء الجواب بعدها قال فجاءت وحداهما تمشي على استحياء بعض وعلا ما يقول يعني أن من كان عازبا من رجل ومرأة فيعني يحسن به أن يدعو هذا الدعاء فهذا استحسان وهو استنباط ولا نجزم بهذا المعنى لكنه نافع مفيد في حصول ما أراده الإنسان سواء من زوج أو زوجة أو مال أو غيره أو علم لأنه يظهر فقره إلى الله سبحانه وتعالى نعم شاكر ومقدر لك ناخذ آخر طلب مايك ويليت أخوي محمد العثمان في نصف دقيقة يتم طرح السؤال إلى ما يكون أخونا محمد موجود معنا رفعت لكم تغريدة فيها برنامج بوابتك للعيش مع القرآن آيات في رمضان فضلوا هذه التغريدة واتطلعوا على البرنامج الرائع نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا فضلوا التغريدة لفوق أخوي محمد في نصف دقيقة لأن الوقت داهمنا وأخذنا من وقت ضيفنا الكثير عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أخي محمد تفضل سؤالك في نصف دقيقة نعم سؤالك أخي محمد في نصف دقيقة لأن الوقت داهمنا أبشر 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 أستاذ حسين الله يعفظ أنا والله يعني دخلت المساحة متأخر و يعني ونيتي أن أنا أستفيد أول شيء تاني شيء لدكتور الله يعفظه يعني كنت كثرة الكراءة في رمضان لتحصيل الأجر في هذا الموسم أم الإنسان يقرأ يعني بتدبر ومكس فلأ يعني لا أنا أعرف أن هي في رمضان أو في المواسم الإنسان يستزيد من الختمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الحديث نهى عن ختام الكرآن فوق ثلاثة فما رأيكم جزاكم الله وخيره شكرا جزيلا وخيره محمد دكتور حمد تفضل الله يحفظك العلماء في هذا السؤال لهم يعني جوابان بعضهم يقول كما قال رجع في افتابه اللطائف وغيره أنه في مواسم الخير كرمضان يعني لا بأس بختم القرآن في أقل من ثلاث وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر العاص اختم في سبع ولا تزد هذا بالصحيح وجاء أيضا عند أحمد وغيره قال لا يفقه يعني لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليالي فهنا بعضهم جاء عن عثمان العثار رضي الله عنه والشافعي أنهم كانوا يختمون في كل ليلة فحمل بعضهم أن هذا في مواسم الخير يعني اغتناما لفضيلة الوقت أو الشهر لكن أنا أقول كما قال ابن تيمية وغيره من المحقيم من العلم أن هذا التفضيل ليس فيه جواب عام وإنما انظر إلى ما هو أخشع لقلبك لأن المقصودة من القراءة الكتاب الله ليست القراءة فحسب وإن كانت مقصودة من حيث الأجر على كل حرف بحسنة لكن المقصود الأعظم هو الانتفاع فأنا مثلا أنا أقرأ القرآن باتدبر وأختم في شهر رمضان مرتين أو مرة واحدة وأجد الانتفاع وأجد الأثر والخشوع ولو قرأته في أكثر من ذلك في أربع ختمات أو خمس قد لا أجد هذا الأثر فنقول لا اجعل لك ختمتين أنفع لقلبك وآخر يقول لا أنا كل ما قرأت وختمت كل ما كان أنفع لي فإذن الفيصل في هذا هو أن ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع لقلبه بمعنى أنك أنت أيها المرء طبيب نفسك وهذا الجواب من التيمية أجب به عن كثير من المسائل التي يسأل فيها عن التفضيل ما هو أفضل ولو تأمل في السنة النبوية وسؤال الصحابة عن أفضل الأعمال تجد أن الجواب يختلف بين حديث وحديث يذكر هنا فضل عمل على عمل ثم يذكر في حديث آخر فضل عمل على آخر إذن المتأمل لهذه الأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب كل سائل بما يناسبه هذا ما أراه مناسبا في جوابي هذا السؤال والله تعالى أعلم جزاك الله كل خير دكتور حمد وأنا آسف نجاستنزف من وقتك لكن ما أود أن نرد بعض الأشخاص الرأيين اللي تفاعلوا معنا أخوي الشريمي في نصف دقيقة أعطيني سؤالك بشكل مباشر يعني عشان الوقت أخوي الشريمي حاول طبعا ما تحدثنا به اليوم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام والله يا أخوان يا دكتور يعني أبسأل عن موضوعيش التدبر يعني أنا أحيانا أنا أوقف على الكلمات مثلا وأتدبرها يعني بحسب فهمي يعني مثلا أنا أوقف أنا بأخذر بمثال يعني مثلا أوقف مثلا على كلمتيش تساقط عليك روتو منجانية أقول ليس الله سبحانه وتعالى أختار كلمة تساقط ولم يقول تسقط يعني مثلا أستنتج أني والله أن النخلة ما مور ليست يعني بسبب بسبب هز مريم وإنما يعني أنما سبب السقوط هو أمر إلهي لهذه النخلة يقال تساقط ولم يقول تسقط يعني تدبر من نفسي أنا فهل هذا جائز أو أنه يدخل في التفسير لأنه ما أتوقع أنه تدبر ما لا علاقة في التفسير واضح جدا فضل دكتور حمد أحسن هو نقوف على مثلا المعاني جميل وهنا ما بس اختيار الألفاظ يعني لا ينبغي إلا نقول لماذا أو ليش وإنما نقول ما الحكمة أفضل من أن نقول ليش قال الله كذا أو لماذا هذا السؤال قد لا يكون مناسبا في كتاب الله جل وعلا أيضا فعلا الوقوف على الأفعال أو الكلمات وما الحكمة من وضع هذا الفعل مثلا في سورة العراف قال وأرسل في المدائن حاشرين في الشعر وابعث لما الحكمة في اختلاف الفعلين مع أن المراد واحدا أيضا تساقط ولم يقل تسقط لكن لا بد أن يكون عندك أخي الكريم يعني زادا من اللغة يعني هل معنى تساقط يعني أن هذا يشير لما فهمته من أن أنها مأمورة من الله جل وعلا ولماذا ولماذا الله أمرها أن تهز جدع النخلة أو أن المراد من تساقط يعني كثرة ما يسقط من هذه النخلة من التمر فهذا يحتاج إلى فهم دلالات الألفاظ يعني هذا يقودنا إلى لا بد من معرفة الألفاظ ودلالاتها بعد ذلك يمكنك أن تستنبط المعنى الذي يظهر إذا كان عندك هذا الأساس المتعلق بألفاظ اللغة العربية لأن اللغة واسعة وحملت أوجه نعم جزاك الله كل خير دكتور حمد والسائل الله يحفظه نختم مساحتنا بتساؤل يعني ناخذ ختامية وش نصيحتك دكتور حمد للأشخاص اللي ما كان عندهم قدرة في يعني تحقيق التوافق ما بين قراءة الختمة وقراءة التدبر يعني هذا سؤال موجود عندي ونختم به يعني عادة عندما تكون نيتها أو نيتها أن يختم لكن ما يقدر يجمع ما بين القراءة السريعة والتدبر خاصة حين الآن في شهر القرآن الكريم فعشر رسالتك رسالتك لهم كختام لهذه المساحة الله يحفظك واللي بخاطرك أيضا حاب تقول في الختام تفضل رسالتي للجميع أن تنظر إلى ما هو أخشع وأنفع لقلبك هذا واحد ثانيا بارك الله فيكم جميعا أن ننظر إلى الثمرة التي نرجوها والتي أرادها الله جل وعلا من التدبر وهي زيادة الإيمان الخشوع أن تكون سائقة للعمل فإذا كانت الختمة الواحدة أو أقل من الختمة هي الأنفع وهي التي تحصل الثمرة المرجوة من التلاوة فهذا هو المقصود فكن على هذا المعنى لأنك تقضي وقتا مع كتاب الله جل وعلا سواء ختمت ختمتين أو ثلاث أو أربع أو لم تختم فهذا الذي يكون جوابا لهذا السؤال وما قبله من الأسئلة المتعلقة بالختمات فأنا أقول كما قال ابن تيمية وغيره وغيره أن المعول في هذه الأمور على ما هو الأنفع لقلبك فلا تكلف نفسك رهقا والله تعالى قد مايز بين عباده بعض الناس ما شاء الله أعطاه الله تعالى سهولة في القراءة يعني يستطيع أن يقرأ الجزء في ثلث ساعة ومن دون أن يبتر الكلمات أو أن يهد أو أن يهد الشعر ويستحضر المعاني وبعض الناس في نصف ساعة وبعضهم في ساعة فالناس متفاوتون فلا تحمل نفسك على غيرك بمعنى يعني أنا قد أسوق لك أخبار السابقين من السلف وكيف أنهم يختمون فقد يتصاب الإحباط لا ينبغي الإنسان وهذه قضية جدا مهمة يا إخوان لأننا أحيانا يكون النتيجة عكسية في النظر إلى حال السلف أو حال الصالحين فتجد البون شاسعا بيني وبينهم فأصاب بالإحباط فلا أقدم أي عمل لا هو فقط سياق أخبار السابقين والعلماء والصالحين من الصحابة وغيرهم مما بشحد الهمة وقتقية العزيمة ليس إلا والناس متفاوتون وإذا نظرت إلى الصحابة أو إلى التابعين من بعدهم أيضا هم متفاوتون والسبق وبينهم واضح واضح يعني أبو بكر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم في يوم من الذي صام أن أصبح لكم صائبا من فعل كذا ذكر أعمالا وكان أبو بكر يقول أنا أنا فهو الذي سبق الصحابة في كل أعمال لكن بعض الصحابة قد يفتح لهم في باب دون باب وهكذا الناس سميعا قد يفتح لهم في باب دون آخر فيفتح لك في باب الصلاة تطوع يفتح لك في الآخر في باب الصدقة يفتح لآخر باب الذكر يفتح لآخر في باب الصوم وهكذا وقد يفتح للبعض في جميع الأبواب أسألوا الله تعالى أن يفتح لي ولكم أبواب فضله وأن يعننا وإياكم في هذا الشهر وفي غيري على ذكره وشكره وعشد عبادته هذا ما تيسر في إجابة هذا السؤال ونأختم اللقاء بشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقي وعلى تيسيري وعلى هذا المجلس المبارك كما أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج وأيضا شكر خاص لك أخي الكريم شيخ حسسام على حسن إدارتك لللقاء وحسن اختيار الأسئلة كما أشكر الإخوة جميع الأخوات المشاركين ومستمعين وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم الوالدين وأن يجمعنا وإياكم ووالدين من نحب مع محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون هذا المجلس في ميزان الحسنات لجميع والله جل وعلا أعلى وأعلم وأحكم صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام دكتور حمد وشاكر ومقدر لك نسمع أيضا نرحب بفضيلة الشيخ ناصر الكتامي حياك الله شيخ ناصر يا أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله برحب الله السلام أسعد الله مساك يا مرحب أفضل الشيخ حمد أهلا وسهلا من الشيخ حياكم الله وحياكم الله وشرفتمون الله يحفظك سعداء والله في آيات بانضمم هذه الكوكبة وأنت منهم في هذه الديوانيات المتوالية على مدار شهر رمضان والحقيقة امتعتنا والله بالحديث عن كتاب الله جل وعلا وعن تدبر آياته وعظاته حمد لله فحببت والله فقط المشاركة لشكر الله أولا وآخرا ثم ازجاء الشكر العاطر لك على حسن حديثك وجميل عباراتك وإحياء القلوب بهذا الحديث المات عن كتاب الله جل وعلا الذي تشرأ بالقلوب وتتطلع الحديث والسماع عنه في شهر القرآن ولكن فيما يتعلق سلمكم الله بالتدبر حيث أن هذا الشهر كما هو معلوم أن الله جل وعلا خصه بإنزال القرآن من بين سائر الشهور وهذه ميزة وخصيصة كما أنه خصه سبحانه وتعالى أيضا بميزة عظيمة وهي أن أمين وحي السماء كان يدارسه أمين وحي الأرض عليهم الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان وفي العام الذي قبض فيه كما لا يخفى عليكم وفي العام الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام درسه جبريل القرآن مرتين فلا شك أن هذا الحديث الذي تفضل به فضيلة الشيخ دكتور حمد وأيضا في اللقاءات الماضية من بعض الأصحاب الفضيلة في التأكيد على العناية بكلام الله جل وعلا والنهل من معينه سواء في هذا الشهر الكريم أو في سائر الأيام والأعوام والشهور أنه من خير الحقيقة ما يحيى في الأوساط أهل القرآن وحفظته وفي يعني بين عموم الناس لأننا دون هذا القرآن نحن أجساد دون أرواح فإن من أعظم أصحاب هذا القرآن أنه يعني وصفه الله بأنه روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فقيمة الإنسان بروحه لا بجسده فالعبد دمات دفن في التراب وصعدت أو عرجت روحه إلى السماء يا أيتها النفس المطمئة إنها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فكما أن هذه الأرواح عطشة لكتاب الله فهي اليوم في هذا الشهر الكريم أشد حاجة وأكثر يعني حاجة للتذكير والموعظة واستمساك بهذا الأصل القويم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانا فإذا مفق العبد كما تفضل فضيط الشيخ الدكتور حمد لقراءة القرآن وتعاهده والحرص على ورده أنا الليل والنهار لا سيما في شهر القرآن وأيضا كثرة السماع والإنصات والاستماع الذي يكون سواء كان في صلوات النافلة كالتراويح أو في صلوات المكتوبات أو حتى خارج الصلاة عن طريقي يعني الأجزة الصوتية وما إلى ذلك فإن استماع القرآن عبادة ويعني كما ثاق أهل العلم يعني التأكيد على أن للمستمع أجر القارئ كما أفتب ذلك جمع من المتقدمين وأيضا من المتأخرين منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز من باز رحمه الله فمن رحمة كما قال ليث بن سعد بأقرب إلى أحدكم من مستمع القرآن لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصته لعلكم ترحمون أنا رأى فضة الشيخ الدكتور حمد والإخوان الفضل والأخوات الكريمات أننا اليوم يعني مغبوطون على هذه النعمة أن أمد الله في عمارنا وبسط الله في آجالنا لأجل أن ندرك رمضان فهذه من عظيم المنة وكبير النعمة أن يفسح في عمر العبد ليدرك هذا الشهر الكريم ومن تمام المنة وعظيم المنة أن توفق أيها المؤمن وأيتها المؤمنة لاستماع القرآن غضا طريا عذبا نديا بأصوات أئمة مساجدنا بارك الله فيهم وثبتنا وإياهم ورزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والسنة فإن الله هذا من عظيم الشرف وعظيم الامتنان لله الواحد الديان سبحانه وتعالى أن يطرق سمعك كلام الله جل وعلا في ليالي فاضلة ليالي نزل فيها القرآن وتعطرت بنزول أمين وحي السماء جبريل عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الموفق من استشعر هذه المعاني وعظمها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالحديث المات الذي تفضل به الدكتور حمد دعاني الحقيقة لهذه المداخلة التي هي من قبيل المحبة وإلا فأنا كحامل التمر إلى هجر في حديثي بعد فضيلة الشيخ الأخ الكريم دكتور حمد جزاه الله عنا كل خير وأيضا أختم بالشكر الجزيل لفضيلته ولمهندس حسام مدير هذا اللقاء ولكل الأخوة والأخوات المستمع والمستمعات ولمن شارك أيضا نشر هذه الديوانيات والدعوة إليها والتذكير بها فإن ذلك من العمل الصالح الذي يرجى للعبد أن يبقى له ذخره ويجري له أجره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاري أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولعل هذا يعني فيما أحسب من العلم النافع الذي ينتفع به العبد وينتشر بين الناس ويسري بين الخلق فالله أسأل أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يثيب الجميع وأن يجعلنا وإياكم من المباركين أينما كنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم النبينا وسيد المرسلين وآله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ ناصر شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم ومداخلتك الطيبة الله يحفظك دكتور حمد في شيء حاب تقوله في ختام المساحة الله يحفظك عبد شكر الله وليكم شكر الله الشيخ ناصر وأسأل الله تعالى أن يستعمل جمع في طاعته أن يوفقنا وجاك لما يحب ويرضى وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم من ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتعالى السلام شكرا جزيلا ضيفنا العزيز دكتور حمد والشيخ ناصر وشكرا أيضا للراعي الرئيسي لديوانية آيات الماجد للعود وأيضا الراعي المشارك تاسومة وأحب أذكركم غدا الساعة العشر ونصف توقيت مدينة الرياض عنوان الديوانية وصايا طبية ضيفنا لبروفيسور خالد بن حسان المالكي فحياكم الله إن شاء الله نلتقي على خير كانت مساحة لها تأثير طيب في نفس أخوكم حسام وإن شاء الله يكون لها تأثير طيب عليكم جميعا كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد بن إبراهيم الوحيب الحاصل على الدكتورات التفسير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأيضا إجازات علمية في القراءات السبع وإجازات وإثنات هذه في أمهات الحديث النبوي ممتنين لك فضيلة الشيخ دكتور حمد على تواجدك قبول الدعوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا وأذكركم بالتغريدة الموجودة فوق فيما يخص بواتك للعيش القرآن الكريم فضلوها عندكم وإن شاء الله نلتقي غدا على خير وفي أتم وأفضل وأرقاح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استودعناكم الرحمن جميعا الله يحفظك دكتور حمد شكرا شكرا جزيلا حياكم مع السلامة